نحمد الله جل وعلا أن جعل الدولة الموفقة تبادر بسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صد تفشي هذا الوباء باتخاذ إجراءات موفقة قبل وجود الحالات التي اكتشفت في هذه البلاد باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي بإذن الله سيكون لها الأثر الكبير في الوقاية من هذه الأمراض والأوبئة ولا شك أن هذه الإجراءات متوافقة مع المقاصد الشرعية التي جاءت بحفظ النفس الذي هو ضرورة من ضرورات هذه الشريعة المباركة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كما أنه متوافق مع ما جاءت به الشريعة المباركة من منع من كان في بلد فيه الوباء من أن يقدم إلى بلد الوباء كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة موفقة وفي محلها ومتوافقة مع الشريعة المباركة واتصل بي العديد من الشخصيات الإسلامية من علماء ومفكرين من بلدان شتى يؤيدون هذه الإجراءات ويشكرون القيادة الحكيمة على اتخاذها فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسموه ولياهد على المبادرة في اتخاذ هذه الإجراءات وهذه الإجراءات بإذن الله سيكون لها الأثر الحميد في وقاية الأمة من هذه الأمراض من جهة وسيكون لها الأثر الجيد في المحافظة على سمعة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وهذه البلاد الطاهرة من أن يدنسها كلام متكلم بانتشار هذا الوباء فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسموه ولياهد خير الجزاء نعم معالي الشيخ سعد الشتري في ظل هذه الإجراءات الاحترازية بماذا يجب على المواطن السعودي والمواطن المسلم عموما نعم يجب على الإنسان أن يمتثل لهذه التعليمات التي جاءت لوقاية الأمة من هذه الأمراض وليعلم الإنسان بأنه متى ترك العمر أو ترك الصلاة في الحرمين الشريفين امتثالا لأمر ولي الأمر وراضة في عدم انتشار هذا المرض أن له الأجر كامل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطات وادية إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر فهنيئا لهم بالأجر مع كونهم يسلمون بإذن الله عز وجل من التعب والمشقة ويسلمون من النفقة ويسلمون من أن يكون هناك انتشار لشيء من هذه الأوبئة كذلك على الإنسان أن يحذر من السفر إلى البلدان التي يوجد فيها هذا الوباء ويعلم أن من الديانة ومن القربة لله عز وجل ترك الأسفار في هذه الأوقات خصوصا للبلدان التي فيها شيء من هذه الأمراض يتقرب بذلك لله جل وعلا ولا شك أن صيانة الإنسان لنفسه ولأهل ولقرابته ولجيرانه من أن يكون سببا في انتشار المرض بينهم لا شك أن هذا من الأمور المأمور بها شرعا فلا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين بنقل هذا المرض وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولذلك أؤكد على وجوب تبليغ الإنسان عن الدول التي سافر إليها من أجل أن يكون هناك تحرز له في مصلحته هو أولا ليكتشف المرض مبكرا وبالتالي يعطى من العلاجات ما يقيه من مضاعفات هذا المرض وليكون للمجتمع فائدة من خلال حسر انتقال وانتشار هذا المرض شكرا على التغطية الممتازة شكرا لكم معالي شيخ الدكتور سعد الشتري كنت معنا ضيفا شكرا جزيلا لك